اشتركوا في القناة اشهدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بالانتصارات الكبيرة لقوات العمالق الجنوبية والتي تكللت بدحر المليشيات من مديرية عسيلان وكما اشهد الانتقال في اجتماعه الدوري بعودة قوات النخبة الشبوانية وتزمن ذلك مع عودة قيادة المجلس الانتقالي بالمحافظة الى مدينة عتق واعدا بحفظ السكينة العامة للمواطنين ومطاردة بقايا الارهابيين اشهد محافظ شبوى الشيخ عوض العولقي بموادرة الهلال الاحمر الاماراتي لاقامة المستشفى الميداني والجراحي الاول بمدينة عتق واكد العولقي على اهمية الخدمات الطبية التي يقدمها للمقاتلين في جبهات القتال بمديرية بيحان واثنى على تواصل دعم دولة الامارات لبلادنا في مختلف المجالات اعلنت قوات التحالف العربية ان دفاعات السعودية اعترضت ودمرت خمس طائرات مسيرة اطلقت باتجاه المملكة وقال التحالف العربي ان الطائرات المسيرة اطلقت في او من صنعاء مشيرا الى انه يراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها وان الخيارات العملياتية مطروحة استجابة للتهديد دانت كل من مصر والبحرين والكويت والاردن ومنظمة التعاون الاسلامي ومجلس وزراء الداخلية العرب اختطاف الميليشيات الحوثية للسفينة روابي دعية الى تحريرها من جهته دان مجلس التعاون الخليجي العملية الارهابية واكد الدكتور نايف الحجرف الامين العام للمجلس على دعم دول المجلس او مجلس التعاون لدولة الامارات في جميع الاجراءات التي ستتخذها ضد هذا الاعتداء الغشم نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة